الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الأول من يناير طبعاً لهذا اليوم لدينا الكثير من التطورات الهامة قد حصلت في أدة اتجاهات أفديفكا باخنط وغيرها من الجبهات طبعاً لذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية سنبدأ مباشرة من جبهة أفديفكا حيث واصلت القوات الروسية عمية العسكرية في الجزء الشمالي من أفديفكا بعد تراجع حصل في الـ 24 ساعة الأخيرة قامت القوات الروسية باستعادة الزخم في هذه الاتجاهات قامت بشأن وجوم شمالي ستيبوفي وقد استعادت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون ضغطت القوات الروسية بعد يومين من ضغط أوكراني كبير كانت تهدف من خلاله القوات الأوكرانية لدفع القوات الروسية إلى السكة الحديدية ولكن كما قلنا كان هذا الأمر يشبه الفخ طبعا أحبائي القوات الروسية حاولت استدراج القوات الأوكرانية إلى الأمام قليلا إلى نيران مدفعيتها واستهدافهم وبالتالي عاودت القوات الروسية الضغط وسيطرت على كامل هذه المنطقة وتضغط حاليا باتجاه شمالي ستيبوفي إضافة إلى ضغط من الجهة الشرقية أما في الجزء المتعلق بكاميانكا فالمعارك مستمرة انطلاقا من هذا الاتجاه بعد سيطرة القوات الروسية في 24 ساعة الأخيرة على هذه المنطقة كما تشاهدون هذه هي المنطقة سيطرت عليها القوات الروسية أما المعارك في هذه النقطة تستمر بقوة القوات الروسية تحاول إخضاع هذه المنطقة لسيطرتها منطقة هامة جدا تهدف كما قلت سابقا القوات الروسية للسيطرة عليها وفصل المنطقة الصناعية عن المنطقة السكنية الكبرى في أفدي إيفكا أما في الجهة الجنوبية تواصل القوات الروسية عمليات العسكرية ولكن منذ أكثر من أسبوع عمليات تقدم الروسية متوقفة في هذا الاتجاه تركز القوات الروسية في عمليات العسكرية على هذه المنطقة إضافة إلى المناطق الشمالية باتجاه نوفو كالينوفي وأوشاريتيني لذلك المعارك مستمرة ضغط كبير من قبل القوات الروسية في هذا الاتجاه ولكن هذا ما حققته القوات الروسية حتى ساعات المساء إن جيانوبا أيضا باتجاه نوفو ميخاليفكا استطاعت القوات الروسية في هذه المنطقة التقدم بمسافة 845 متر بعرض أقصى 200 متر والدخول وتثبيت سيطرة ونقاط في المنازل الأولى شرقي بلدة نوفو ميخاليفكا لذلك المعاركة عنيفة في هذه الاتجاهات بعد المعارك التي حصلت في الفترة السابقة هدأت الأمور قليلا ربما تواجه القوات الروسية عملية مقاومة عنيفة من القوات الأوكرانية ولكن يبدو أنها كانت تتدارك موضوع تدرس الأمور بشكل أكبر وأوسع وطبعا هذا لا شك فيه طبعا القوات الروسية تهاجب بانطلاقها من تجاه بوبيدا ونوفو ميخاليفكا وكامل المنطق هنا وأيضا بمحيط مارينكا باتجاه يوريفكا ولكن الأمور فعلا مترابطة ببعضها البعض يتم الضغط على القوات الأوكرانية استنزاف القوات الأوكرانية حتى تحاول القوات الروسية العثور على الثغرة في صفوف الدفاعات الأوكرانية ولاحقا الهجوم باتجاهها إذن القوات الروسية حصلت على موطق قدم في المنازل الأولى من شرقي البلدة وتواصل عمليتها العسكرية أما في اتجاه بخمت أحبائي تتواصل عملية عسكرية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية فعلا معارك هي الأعنف والأشد تلاحظون تغيير يومي بشكل خريطة السيطرة استطاعت القوات الروسية استعادة السيطرة على المنطقة هنا سيطرت عليها وبالتالي تحاول أيضا استعادة السيطرة على كامل هذه المنطقة التي سبق وسيطرت عليها ولكن خسرتها نتيجة هجوم أوكراني مضاد لذلك المعارك فعلا قوية خصوصا في بودانيفكا القوات الأوكرانية يمكن تخيل الحجم الذي تحاول من خلاله القوة التي تحاول استخدامها للحفاظ على مواقعها في ظل الهجوم الروسي الكثيف الطيران الروسي يعمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه طبعا أيضا الطائرات بدون طيار هي السلاح الأول البارز في هذه المعركة والأمر اللافت الذي سأذكره في آخر الفيديو أحبائي حول موضوع الأسلحة والتصنيع العسكري لذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية ولكن استخدام كثيف في الطائرات بدون طيار طبعا كذاف المدفعية بشكل تشبه الأمطار في هذه المنطقة من قبل الجانب الروسي فيما الجانب الأوكراني يعاني من موضوع نقص الذخيرة ونقص الإمداد العسكري من الناتو إلى أوكرانيا خليطة سيطرة لم يتغير أي شيء سوى هذه المنطقة سيطرت عليها القوات الروسية وتواصل عملياتها عمليات تقدم باتجاه هيروليفكا باتجاه هذه المعابر وباتجاه هذه المنطقة انطلاقها من بودانيفكا والسكر الحديدية وطبعا المعارك مستمرة باتجاه إيفانيفيسكي في جنوبي بخمت تستمر المعارك باتجاه إيفانيفيسكي ليس من السهل أبدا أن يتم الاختراق لذلك منذ أيام تواجه القوات الروسية مقاومة شرسة من الأوكران في هذه المنطقة يحاول الروس ضغط بكامل إمكانياتهم من هذا الاتجاه ومن اتجاه المرتفع 215 الموجود في شمال اكتشيفكا تحاول الضغط باتجاه أيضا إيفانيفيسكي لذلك يراءن الروس على موضوع استنزاف الأوكران الضغط عليهم انهاكهم ولاحقا التقدم والخرق أما أحبائي باتجاه شمال محور بخمت باتجاه سيفيرسك فالمعلومات ما زالت غير أكيدة حول سيطرة القوات الروسية على كامل بلدة سبيرني ننتظر مزيدا من التفاصيل لربما القوات الأوكرانية تحتفظ ببعض المواقع والأمر الأهم والذي دوما أتحدثت عنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا سبيرني يوجد بداخلها أنفاك وبالتالي المعركة هي كر وفر فوق الأرض وتحت الأرض لذلك يمكن القوات الأوكرانية تنقل بسهولة الاختباء لربما العمليات المراوغة لذلك معركة تسيطر عليها ليست سهلة أبدا ولكن باتجاه سيفيرسك كما تشاهدون هذه سيفيرسك تواصل القوات الروسية عامية تقدم عبر السكة الحديدية تحاول التقدم أيضا انتلاكا من سبيرني باتجاه إيفانودا ريفكا وأيضا من فيدو ريفكا باتجاه سيفيرسك لذلك العملية ما زالت طويلة ولكن القوات الروسية تنضي باتجاه سيفيرسك من اتجاهين من الجنوب عبر محور بخمط ومن الشمال عبر غابات كريمينايا في هذه المنطقة حيث وسعت القوات الروسية سيطرتها في محيط دي بروفا وتحاول الضغط أيضا من الجهة الشمالية لربما الضغط عبر كامل هذه المواقع حتى تتوجه لاحقا إلى يامبيل درونيفكا والضغط باتجاه سيفيرسك عبر هذه المناطق لذلك ننتظر ما الذي سيحصل القوات الأوكرانية تحاول الصمود في كامل هذه المحاور طبعا باتجاه كوبيونسك ليس هناك أي تغييرات أيضا باتجاه زاب بوروجي ليس هناك أي تغييرات سواء أن القوات الروسية تحاول ما زالت تحاول التقدم وتحاول القيام بعملات قدم تلاحظون اللون الأحمر الداكن يتوسع تتوسع السيطرة الروسية في الأولى الأخيرة في هذا المحور ولكن هل سيكون هناك عملية كبرى ستشنها القوات الروسية في اتجاه آخر إضافي غير اتجاه أوريخيف روبوتيني هذا ما الذي جميع يسأل عنه قد يكون هناك هجوم باتجاه طبعا المنطقة هنا كاميانسك قد يكون هناك هجوم باتجاه يوليابول لذلك ننتظر ما الذي سيحصل في هذا المحور تحديدا أما في هذا الاتجاه في محور جنوب دونياسك فهو طبعا كما قلت لكم منذ بداية الفيديو مرتبط طبعا بموضوع المحور في دونياسك نفسها المنطقة هنا كلها مرتبطة ببعض البعض انتراكا من أفديفك ووصولا إلى هذا المحور تلاحظون الطرق خطوط إمداد متشعبة ومترابطة ببعضها البعض أحبائي طبعا الغذائف ما زالت مستمرلة بالإنهيار بالإنهيار تساقط على دونياسك وعلى بلغوراد القوات الروسية تقوم بعمية قصف في جميع انحاء أوكرانيا كانت قصف عنيف على كافة المناطق باتجاه كريفوري روك دانيبرو خاركيف سومي خيرسون أوديسا جميع المناطق يتم استهدافها من قبل القوات الروسية أما بموضوع الأسلحة والتصنيع فالأمر اللافت كان هو بموضوع التصنيع العسكري الروسي سرعته كثافته ضقته والإنتاج السريع وطبعا الملاحظة السريعة في الميدان حول ما تحتاجها القوات الروسية وإرساله إلى هذا الإنتاج المجمع الصناعي العسكري لإنتاجه بسرعة فائقة فيما تعاني القوات الأوكرانية من ذلك ولكن الأمر اللافت الذي تم الحديث عنه بموضوع قوة القوات الأوكرانية هي الطائرات بدون طيار ركز الأوكران منذ بداية عملية العسكرية والدعم عن إنتاج طائرات بدون طيار صغيرة والحصول عليها لاستهداف الجنود الروس بعكس الكوات الروسية كانت تنتج طائرات بدون طيار ضخمة لاستهداف المركبات التي قدمها النيتوري أوكرانيا لذلك مؤخرا بدأ الإنتاج بكميات مختلفة متنوعة وبحجام والأهداف أخرى وبشكل متطور لذلك المعركة معركة عقول عتاد وجنود وننتظر ما الذي سيحصل من الذي سيفوز بهذه الحرب شكرا لكم وإلى اللقاء